أكد الرئيس عبد الفتح السيسي أن شعب مصر انتفض في الثلاثين من يونيو ثائرا على من أراد اختطاف وطنه منه وأشر الرئيس السيسي إلى أن التاريخ له أيام لا معك النجوم وعلى رأسها الثلاثين من يونيو وقال الرئيس السيسي في كلمته بمناسبة الذكرة العاشرة للثورة الثلاثين من يونيو إن الثورة كانت عنوانا لعدة تأكيد وحدة الوطن تحت هويته لمصرية الجامعة التي لا تفرق والشاملة للشعب كله دون تمييز أو انقسام ولفت الرئيس السيسي إلى أن حجم التحديات التي واجهها الشعب المصري منذ عام 2011 غرس في نفوس أبنائه صلابة فريدة وقوة من نوع خاص مؤكدا أن هذا الجيل من الشعب المصري هو الأقدر على تحمل مسؤولية بناء الوطن وتشهيد الدولة الحديثة المتقدمة وقال الرئيس السيسي أنه يجدد العحدة على أن يكون الإخلاص والعمل لمصر وحدها وأن تكون المصلحة الوطنية والهوية الوطنية هما دائما علامات الطريق التي تهدي المسيرة والمصار وأشر الرئيس السيسي إلى أن حجم التضحيات الهائلة التي قدمها الشعب وقدمتها مؤسساته الوطنية لا يلق بها سوى الانتصار بالمضي بقوة وثقة على طريق التنمية والبناء وتحسين أحوال وحياة الناس وتوفير ظروف المناسبة لتفجير طاقات العمل والإبداع لدى الشعب المصري بكل أطيافه وفئاته ترجمة نانسي قنقر